شركة القدسي للبلاستيك 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 يعني فيه كياس من شركات تانى بدون ذكر اسماها انها بتدي سعر عالي خالص ومش من نفس كفاءة نفس المنتج طالعا مش ممكن ان اجربت المنتج القدس والمنتج الممتاز خالص معايا فمي الحن غير ليه اللي حاجبيني الغير حالي تانى والله احنا شركة القدس شركة جديدة في البلاستيك جديد للزراعات الموز واداءة كويسة احنا استخدامتها انا في اكتر من مزرعة بصفة استشاري زراعات موز في التحرير والصحراوي فهي اداءة متميز جدا وعمرها الافتراضي كويس في الارض السحم الحرارة والشمس بتاعه وبنشكر احنا شركة القدس المتمثلة في الاستاذ محمد شعبان والاستبارم شعبان وكل القطاع الكبير دوت وعلى المجود هم يعملوه لإسراء الحركة الزراعية في مصر وعن تكلفة القدس هنا بالنسبة لشركة القدس اكلم من النظائرها الموجودة برا في الشركات الاخرى بدون ذكر اسماها يعني للشركات التانية فهي اقل في التكلفة وبالتالي في المزارع بيسفيد منها افضل على الان اجود شركة موجودة هي شركة قدس ما مقدرش اقولها غير او مغيرش غير الكفاءة والجودة هي اللي تقول عشان هي افضل شركة موجودة في السويا المنتج بتاعها مميز وليه مواصفات خاصة مش موجودة في المنتج تانية المتج الفراولة بصراحة يعني ليه شعبية غير عادية في المنطقة هنا وانا تاجر هنا في مركز بدر وعندي مثلا اكتر من منتج غير القدس فالكدس عليه سحب غير عادي موصفاته غير عادية موصفات كويسة جدا يعني بالنسبة للمزارع بيدي مثلا الفدان بيأخذ مثلا كمية أقل من أي منتج تاني بالنسبة للسعر فموصفاته كويسة جدا يعني كسعره كويس جدا يعني أحب ما فيش لام بديل بعد البيع طبعا متابعة مشاكلات الكودس دايما بيتابعوا معنا إن لو فيه أي مشاكل ولا فيه أي حاجة والحمد لله ما فيش أي مشاكل يعني بالصمرار معنا بمتابعة الشهرية دايما ومستديمة بالنسبة للفلاح الحمد لله لو في ظهر أي حاجة دايما بيتكلم معنا بيتابع معنا ما فيش أي مشاكل الحمد لله فضل من اللي عني كودس لأنها هي جودة 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 محترمة أسعار أسعار بتنافس أسعار بتنافس وأنا كمهندس أنا مرحب بني أستخدم أفضل جودة بأقل تكلفة متاحة لابد الكنين يكونوا متاحين ليه أنا بحسب كل حاجة أنا بحسب يعني عشان أنا أتنقل من منتج لمنتج ليه أنا عندي عندي جودة نظيفة بسعر سعر بينافس يبانا أنا حنقل ليه؟ الخامة القدس نظيفة الخامة نظيفة كخامة مجربينها في الزراعة في الصوبة المحمية ديت بسم الله ما شاء الله يعني كويسة والأسعار في متناول المزارع يعني كويسة الموزع على فكرة منه من كتير يعني فأثبت أنه فعلا المنتج يعني لاجه رضة تام من المزارعين ما فيش أي مشاكل فيه متابعة بعد البيع أو بعد التوزيع لتلاشى أي خطأ إن وجد فيه سقة كده إن أنت وإنت شغال فيه إن أنت شغال على حاجة مضمونة على حاجة إن ظهر فيه أي مشاكل إنت بتاخد حاجك وإنت بتلاقي رضة تام الميكرون اللي هو بيجلل لأجل نسبة كيلو في الفدان بنستفيد أنا بعد ما كنت أنا منمليش الفدان مثلا ب120 و130 أصبحت الوقت منمليش من 90 إلى 95 كيلو الفداني بوفرت لي زائد إن هو بيفضل العمر بتاعه معي لنهاية الموسم الكوتس المصنع أنا شغال معاه بقالي أربح سنين ما فيش حد اشتكى منه خالص الكوتس مصنع محترم حتى بالنسبة يعني أقل حاجة فيه الميكرون بتاع البلاستيك بتاعه مظبوط والفدان بياخد حجم أقل يعني المصنع القدس بياخد الفدان بالنسبة للملش اللي هو الفد في بوني بياخد 100 كيلو في منتجات أخرى بياخد 120 كيلو وسعره أقل سعره تنفسه صحيح الناس بتيجوا تطلب القدس بالاسم التنظيم جيد والحضور جيد واهتمام الناس الواحد سعيد باهتمام الناس إن الناس حريصة على أن تحضر ندوات وتحضر حاجات لتطوير المنظومة الزراعية وتحسين استغلال الأرض وأنهم حاسين بالخطر اللي بيقابلوهم من تغيرات المناخ ومن المشاكل المية ومن ندرتها فبجد كان يوم جميل يعني أنا حسيت بأديه الناس محتاجة أن نقرب منهم ونتعاون معهم احنا سعيدنا النهاردة بحضور الندوة مع شركة القدس وأنا قبل كده زورت المصنع وأنا سعيدت فعلا بالإمكانيات بتاعته اللي موجودة وجودة المنتج اللي ممكن يضيف الكثير للزراعة المحمية في مصر تحت ظروف المزارع المصري وأتمنى لهم التوفيق في إنتاج المرحلة الثانية من البلاستيك الصوب الخمس طبقات وده هيبقى إضافة كبيرة جدا للمزارعين في مصر ووصلت للمكنة الجديدة دي هيبقى إنتاجهم لحقيقة إنتاج متفرج في السوق وبالتالي قدروا يضيفوا الحاجة جديدة بالنسبة للبلاستيك في المجال الزراعة الله الرحمن الرحيم النهاردة الحقيقة شرفنا وسعيدنا بدعوة كريمة من شركة القدس لإنتاج البلاستيك لإقامة هذه الندوة العلمية المتخصصة اللي من خلالها تم إنشاء النهاردة الدعاية التطبيقية الكاملة لزراعة المحمية وأهميتها في مصر من منطلق ندرة الموارد الأرضية والمائية في مصر اللي بتستدعي التحول من الزراعة المكشوفة إلى الزراعة المحمية واللي بتعتبر شركة القدس لإنتاج البلاستيك واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج البلاستيك اللازم لعمليات التغطية بأشكالها المختلفة سواء كان الملش أو الأنفاء أو الصوب أو بلاستيك التعبئة فالنهاردة الحقيقة كان يوم نموزجي بتديره إحدى شركات القطاع الخاص اللي بتهتم بشؤون المزارعين البسطاء وبتهتم بشؤون المزارعين المختلفين في المنطقة وبتورد لهم نوع من أجود أنواع البلاستيك اللي بتنتجه والنهاردة أنا كنت سعيد جدا برؤية الشركة اللي بتوضح أن هذه الشركة بتسير وفقا لخطة استراتيجية واضحة ورؤية استراتيجية واضحة من خلالها بتسعى هذه الشركة لتصبح أحد الشركات العملاقة ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي والإفريقي وامتدت هذه الرؤية لتصبح أحد الشركات العالمية عام 2025 أنا النهاردة بهنيهم على رؤيتهم الثاقبة وبهنيهم على تنظيم هذا اليوم الرائع وبهنيهم على منتجتهم من البلاستيك اللي حتسود في هذه المنطقة الرائدة في زراعة الأنواع المختلفة من الخضر ونباتات الزينة والفواكه فمرة تانية منشكر شركة القدس لإنتاج البلاستيك على دعوتها الكريمة وعلى تنظيمها الرائع لهذا اليوم ومنتمنى لها كل توفيق وكل نجاح ومنتمنى لمنتجها النجاح المستمر وشكرا جزيلا شركة القدس للبلاستيك